بالنسبة للنوع الثاني من الأواصر اللي هي نظرية آسرة التكافؤ الشيء المميز بيها بنظرية آسرة التكافؤ الشيء المميز بيها إنه وين دتصر الإلكترونات؟ وين قاعد تتوزع الإلكترونات؟ الارتباط ما بين ذرة وذرة دي يكون رأسي له جانبي هو هذا الشيء المميز الشيء المميز بيها إنه بيها نوعين من الأواصر آسرة يسموها سيجما وآسرة يسموها في بها عدة ارتباطات نجع النوع الاول من الارتباط تداخل أوربيتالي اس يعني اثنينات من هنا من هاي الذرة اس ها من هاي الذرة اس ومن هاي الذرة همينة اس يعني الذرتين يرتبطن بالاس طبعا وين موجودة هاي في جزئات الهايدروجين زيني شمعنا الهايدروجين لان اتش هترتبط بها الطريقة وهي اتش شون يكون الرسم مالتها شوين تابوا عليك قبل لا ابلش انطيفت معلومة انه من تجي توزع الهايدروجين هيطيق طبعا اكيد على ذا الذري اللي هو واحد يكوني تم اعتمد على الترتيب الالكتروني 1s1 شي اكتشفت اول شي من سوى الترتيب الالكتروني اكتشفت انه غلافة الاخير هو اس اذن دا يشتغل على اس والهيدروجينة الثانية بما انه هنا اتنين اتشات مو اذن ايضا 1s1 اذن ارتباطن هيكون عن طريق منو الساية و الساية اذن تداخل اوربيتالي اس هيعتمد على شغلة اللي حنحتي طبيعة اس اوربيتال اس شون يكون شكله؟ طبيعة اوربيتال اس يكون شكله كروي كروي او نسميه دائري اوكي زين راح تجي اول اتشاية هاي الاولى والاوربيتال اس مالتها اللي شي يكون مثل ما ادفقنا كروي يرتبط مع اوربيتال اس الثاني اللي هي الهيدروجينة الثانية واللي ايضا طبعا نفس الشي هو اخو تمام اخو هسا شنو اللي هيصير؟ اثنينة كرويات شون راح يصير؟ راح يقتربن واحدا من الثانية التداخل نوع التداخل اللي يسمونها رأسي ليش؟ لان هاي رأسها مننا وهاي رأسها مننا راح يرتبطن عن طريق الرأس اللي هاذا يسمونه تداخل مالتهم؟ تداخل رأسي شون يكون؟ من هذا يرتبط؟ وهي هذا؟ هذا راح يروح يعني شايف من شون هاتصلا؟ هاي منطقة الاتصال راح تختفيه يبقى هيتش كأنه بيضاوي فتبقى هايا وهايا والفوق الاتصال راح ينمحي اوكي؟ فيكونوا بها الطريقة اوكي؟ اها شون الحوت الازرق؟ حتى ولون ازرق نفس الحوت الازرق اوكي فشفتوا هاي الكرة الاولى وهاي الكرة الثانية البيناتين قلت لكم راح انمحة لانصار الارتباط ما بينهما والآصرة شون تتوزع؟ او الالكترونات ادران شون تتوزع؟ بطريقة تتوزع الالكترونات هذا شنو البلنوس؟ هذا يسمونه محور محور يعني المنتصف محور الآصرة هو هذا المكان اللي تتوزع عليه الالكترونات يعني لا تجي هنا الالكترونات ولا تجي هنا؟ تجي هنا في المنتصف تتوزع الالكترونات هنا وطبعا هاي هي الالكترونات الأولى وهاي هي الالكترونات الثانية نوع الآصرة ما بين اس واس اللي صارت هسه تدعى بآصرة سيجما اوكي؟ تدعى بآصرة سيجما وإلها رمز معين هو بها الطريقة هج تمام؟ هذا أول التزام أو أول ارتباط ما بين اس واس أخذنا مثال عليها الهيدروجين اوكي نجعى التداخل الثاني التداخل الثاني هيكون ما بين منو منو تداخل اس طبعا هم من يحدد انه اس لو بي؟ الغلاف الأخير هذا كلها الهوسة بس في الغلاف الأخير اهنا الهيدروجين ليه غلاف الأخير اس وهاي همينا اس وصار اس واس هس راح ناخد تداخل اس مع بي أوربيتال اس مع أوربيتال بي مثل منو؟ مثلا يا جزيئة ناخد جزيئة اتش اف شمعنى اتش اف؟ دان الاش بي من ينتهي؟ تقولولي الاش بي من ينتهي؟ بالاس بالاس والأش والأف سوري الاف بي من ينتهي؟ بالبي بالبي ولهذا ودي يقولك اس مع بي زيان اكيد مية بالمية راح يطيك اعداد ذرية راح يقولك الهيدروجين يساوي واحد حتى تستنتج انه فعلا اس والأف يساوي تسعة حتى تساوي ترتيب الكتروني وتستنتج انه هو بي غريرات لك اثبات وان الاثبات يالله نيجي هسا الهيدروجين اللي هو واحد وان اس وان الفلور اللي هو تسعة وان اس توا توا بي توا بي فايف تمام؟ متل ما داتلاحظ انه هذا ينتهي باس وهذا دا ينتهي بP إذا النفس كلامك دا نحتي إنه S مع P S أشوي انتبه لي الP لو تيجي الP طبعا الS أوربيتال 1 مربع 1 P ألكتون 1 الP معروف إنه بيه 3 مربعات صح لو لا 1 2 3 5 ألكتونات وهذا ال1 وهذا ال2 وهذا ال3 وهذا ال4 وهذا الخمسة هسه بعلي على هذا المنفرد بالمناسبة هذا المنفرد حيتحد مع هذا المنفرد قبل شوي طبعا تكون ملاحظة إنه مستحيل مزدوج يلتزم ويا منفرد منفرد مع منفرد أوكي زين هسه شوي نرجع من جديد إهنا مثل ما تلاحظ واحد فقط من P باقي لي وواحد من S فأكيد الارتباط هنا هيكون زين شو رح يكون الالتزام مالتنا أول شي يخذها قاعدة إذا S مع P ما بيها نقاش الأسر طبعا هتكون همينا سيجما أي شي بي S هو سيجما بس تعال خل نرسل الـ S متفقين آن وياك شنو شكله؟ شنو شكله الـ S؟ كروي كروي أو دائري مو متفقين؟ زين هذا هو الـ S اللي ما علم من الـ S؟ مات الـ H تشوف هذا الـ S والـ P خلي ببالك الـ P إذا باقي بس واحد هو P X شون يكون شكله بها الطريقة ترسم هيتش مثل العدل شون محور X وتحط عليه شون الأوراق مات الأشجار شايف؟ حاول يكون رسمك شوية مرتب هذا هو الـ P تمام؟ هذا الأوربتال اللي باقي للواحد طبعا رح يقتربون هيصر هو هذا الـ P هذا زائد هذا اللي هو الـ S أول شي حيقتربون أنا تفاقدوا ياك من يقتربون يصير تداخلهم عن طريق الرأس شفيت؟ عن طريق الرأس هاي وهذا الخط هذا هنا وهنا ش رح يصير به انتوا قلولي ش رح يصير به تداخل رأسي ايه تداخل رأسي بلزانية حيختفن لو ما يختفن من جاة الرأس رح يختفن رح يختفن بالضبط فأول شي شوفوا التداخل شون هيكون هاي رح نجيبها من جديد واحد أوكي يجيبهاك على رسمك هاي مات الـ P وهاي مات الـ S بقى التداخل عن طريق الرؤوس هاي الدائرة مات الـ S أهام أوكي بها الطريقة صار التداخل عن طريق الرؤوس شوية شوية هادا جهة الرأس رح تضمحل رح تختفي يعني هادا الخط رح يختفي وهذا الخط رح يختفي ويصير هاي جهة كلش شبيرة وهاي الجهة رح تضمحل رح تضمحل صار كلش صغيرة لما صار بها ارتباط فشو نحكو لنشيك لنهاي بقى هاي لما صار بها ارتباط فراح تصير هاي جدوتها وهاي لأن صار بها ارتباط هتصير كبيرة فيصير هاي جهة بها الطريقة هاي صغيرة باقو صغرت وذي جهة اللي صار بها ارتباط با هتصير كبيرة اهان شفت وهنانا ايضا هيكون الالكترونات على المحور الواصل بين النواتين هنا ايضا تداخل رأسي ايضا عن طريق الرؤوس والكثافة الالكترونية على المحور الواصل بين النواتين هم نفس الشيء تمام هنا تتوزع الالكترونات ايضا الاصرة ما بين S و P ايضا تدعى باصرة من نوع سيجما تمام ايضا اصرة من نوع سيجما اذا اول شي جبنا البي مالت اذا بس واحد باقي يتحد مع الاساية اول شي صار بنات تقارب من جهة الرأس يسمونه تداخل الرأسي وراها هذا رح يضمح اللي صار هالقيدوتة ما حد صار ويا اتصال هذا صار بي الاتصال في صار شكله كبير اوكي نوع الاصرة شنو هيكون ما بين S و P اصرة لا تنسى اصرة من نوع سيجما شنو هو تداخل تداخل رأسي اوكي يلا نيجي هسا ناخذ منه ناخذ اللي بعده الحالة الثالثة هيكون تداخل منه منه تداخل P من ذرة مم مع منه مع P أوربيتال P ايضا من ذرة اخرى اوكي من ذرة اخرى اوكي ونفس الترتيب اصلا نفس الترتيب الاكتراني يعني من نجي نرتب الكلور ورح يلطيك هو العدد الذري يقول لك 17 فاش راح تقول له 1S2 2S2 و2B6 و3S2 و3B5 تمام الغلاف الأخير اللي هو هذا الغلاف الأخير هو كلية كامل لازل نشتغل الآخر واحد اللي بيه منفرد باع لان هي المنفرد بس اللي تتحرك من عندك التلاثة واحد اثنين التلاثة عندك أربعة خمسة هاذا الكلورة الأولى بيها إلكترون بس واحد والكلورة الثانية نفس الرسم هم بيها إلكترون بس واحد فهاي إلكترونها وهاي إلكترونها هتتكون آصرة بيناتهم اللي هي هنانا يعني هاي الكلورة الالتزام مالتها يكون بإلكترونها هذا وهاي الكلورة الالتزام مالتها هم بهذا الإلكترون فتصير ما بين من هنا ومن هناك وحد يلزم الثاني فتكون الآصرة مالتها زين هنانا طبعاً هذا أول شيء يقول لك التداخل مع التلبي والبي يكون هنا على التداخل هنا على نفس المحور على نفس المحور طبعاً النقطة الثالثة اللي هو تداخل بي مع بي إذن يكون على نوعين النوع الأول اللي هو أي تداخل على نفس المحور نفس الخطة اثنين بقي الكترون واحد من ذر الأولة من البي اللي هو هاداً رسمة ما سوينا أقل شوية هاي الكلورة الأولى لكلورة الثانية اللي هنه سيقلطوه نفس الرسم تماماً اسان احا احا فينة نفس الشي فده هادا يساومونا التداخل على نفس المحور هاي الكلورة الأولى زائد الكلورة الثانية خنشوف الشكل شنو رح يصير نفس الشيح ما دام نفس المحور شو رح يصير تداخل عن طريق منه عن طريق منه بيكس مع بيكس يعني عن طريق منه إذا نفس المحور باج سيما سيما لا لا عن طريق الرأس نفس الشيح فأيضا هذا التداخل الشيح سمونا أيضا نسمونا تداخل رأسي أيضا نسمونا تداخل رأسي باج شون هيصير تداخل رأسي مثل حالتنا ورما يتحدن هاي باقي مثل ما هي نفس الشيح والحالة إنه باقي مثل ما هنه بس سوي بيناتهم تداخل رأسي أها باج عن طريق الرؤوس الداخلا تداخل رأسي رأس مع رأس حسنا الشكل النهائي شون هيكون حسب رأيك شون هيكون الشكل النهائي مين يدري يقولي يعني شون يكون الشكل النهائي بالنصف طاخل يعني بالنصف شبيرة مو؟ ومنها ومنها شنو؟ أجزاء عانف أجزاء صغيرة أجزاء صغيرة فأول شي هاي حتصدت شبيرة باعوا اللي تحتت وهنا هاي وهاي راح يزغرن يعني راح يصر هاي كأنه نقول تاخذ آفية ذني هاي تكبر وذني اللي ثاني المصر به الاتحاد راح يزغرن باعوا يجدون راح يزغرن؟ يعني زميلكم من قارل شكلية تبط بط بط باعوا أه شوفوا يصر هنانا جدا صغيرات هذني وهاي الوسطية راح تكبر و المحور يعني المنتصف على محور المنتصف مات الجزائية مالاتناعين يحسبون محور الآصرة تتوزع الألكترونات اذا ايضا تتوزع الألكترونات على محور الآصرة وايضا تداخل رأسي ما بين اذا كان على نفس المحور ايضا تداخل رأسي وايضا تتكون تتوزع الأصرة من نوع سيجما اللي هي تكتب هالطريقة سيجما حسنا هاي الحالة الأولى اللي هي بالكلور انه بقيت لألكترون بس واحد و من كلور الثانية همين الكترون بس واحد فيتكون تداخلين على نفس المحور هايا وهايا والداخلين تداخل رأسي وتوزع الأصرة على الألكترونات على محور الأصرة التداخل الثاني شون هيكون اللي هو فرع بي اوكي فرع بي تداخل بي باعوا تداخل اللي هو فرع بي تداخل بي مع بي آخر مع بي آخر لكن مو مثل ما أخذنا نفس المحور نفس الجهة نهايتنا على المحور الأفقي لا تداخلها يكون على المحاور الجانبية ما افتهمت يعني شون على المحاور الجانبية على المحاور الجانبية يعني شون على المحاور الجانبية اوقف لي جزيئة الأوكسجين ناخذها مثال مثال عليها الأو 2 الاوكسجين طبعا عدده الذري ثمانية نسوي له ترتيب ألكتروني 1s2 2s2 2s2 2b4 أوكي 2b4 طبعا الترتيب مانتكم أول الشكل مات الأوربيتالات عندك ثلاثة بالP واحد اثنين ثلاثة 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 اريد اقرب لك الفكرة انو مادام بقى لالكترونيين فالكترونيين تقدر تكون أواصر وهنا من يقول لك يعني الو متحد مع الو و تتذكرون بداية موضوع الرانين قلبي شو يطردكم اياه كتبكم الأكسجين لازم دار مدارة كم آصرة من يتذكر اثنين اثنين هاي بداية موضوع الرانين فالآصرة مات الأكسجين ما بين الأكسجينة وأكسجينة تكون بها الطريقة هيج هيج بعلي ركزوا اياك فهنانا معناها لأن كل الأكسجينة كل واحدة تقدر تقية اصرتين الأكسجينة الأولى هي الااقسرتين على عدد المنفریدات بالمناسبة لاكسجينة الثانية اصرتين على عدد المنفريدات تمام لي هنا وفعلاً لو تجي الحقيقة هاي الأكسجين الأولى متحتها بقول ستنين وهاي الأكسجينة الثانية متحتها بقول ستنين نفس الوقت خذها قائدة بما نوراق السادس إنه الأسرة الأولى دائماً بالبداية سيجما شكوا شي فوقها يصعد ترى هايا باي فضحة الغيب الأسرة الأولى دائماً شا اتفقنا سيجما الجوانية شكوا شي فوقها فهذا باي زين من أنت عندك مننا أسرة ومننا أسرة تكونت سيجما إذن الثانية ش راح تكون شو تقول أنت ها إنه دائماً دائماً أول آسرة تتكون هي سيجما فهنانا منفرد وهنانا منفرد هتتكون سيجما زين هذا البوق العش راح يكون هم سيجما ثانية لا مستحيل مستحيل سيجما شكوا شي فوقها هيكون باي شكوا شي فوقها هيكون باي هسا رايد نرسم هن ركز لي أول شي نرسم مالات سيجما اللي يشون يكون شكل سيجما موسوينها قبل شوية هيتش صح هذا الأكسجين الأولى وهذا هذا الأول أوكي هذا الأول اللي هو يكون لي سيجما زين الثاني اللي يكون لي باي شون يكون شكله عمودي باع هيكون شكله عمودي واحد بيكم فاتح الماي خلي سيجده هذا الثاني اللي هيكون عمودي هسا ركز ترى الرسم مو صعب بس ركزوا يايه رسمت لكم أول شي مات السيجما العدلة اللي هو أول الكتران وثاني شي العمودي مال من مات تل باي هسا هاي الأكسجين الأولى وهاي الأكسجين الثانية أقتربا رح يصير بناتن شنو اتحاد بدون نقاش انت جاوبني الاتحاد مات السيجما التداخل ش رح يكون شنسمي تداخل رأسي وش نطين يا آصير رقلنا سيجما سيجما يلا رح يكون الشكل في هالطريقة هاي الأولى الثاني حيكون مثل ما اتفقنا تداخل رأسي آها شفت هاي المكان طبعا يعني رسم كل مفضوط ما يخالف تحمل يعني مفضي وكل نفس الحجم بس أوكي هسا شو ما يكون أنا متأكد أحسن من رسمك هسا نجي إلى رسم الباي هاي سيجما نجي داع اسم الباي هذا الأول وهذا الثاني شو رح تصير الأسر ما الباي شو هيص التواصل ما بينهما شو يركز لي التواصل ما بينهما يكون بهالطريقة يقولي هذا والتداخل حيكون عمودي يعني جانبي بصورة شنو مو مثل ما هذا الداخل مباشرة بالرؤوس لا هذا كأنه خطين موازيين واحد للثاني والخط الموازي الآخر ما بين هنا هاي الآصرة اللي تكونت هنا ما بين هاي الرأسين وهاي الرأسين اللي هي واحد موازي للآخر هي هاي الآصرة اللي تكون على شكل أو بما يدعى آصرة باي هنا شكل عمودي الارتباط عمودي أكس هذا اللي صار أفق قيمات السيجما طبعا يكون مقارنة عن مطلقة كمياه ما بين أصرة باي و السيجما موجودة عندك بالموضوع التهجين نهاية موضوع التهجين يكون عمودي أو جانبي عمودي هاي شي يكون تداخل ها رأسي طبعا بمناسبة منه الأقوى سيجما لو باي منتو توقع أقوى من أصرة باي على الأموم هسا ها هي أصرة باي اللي هي جرامز ها ها هي أصرة سيجما اللي ما بين المحور الأفقي واللي كون ما بين Px واللي Py هاي Py يسمونها كونت لي الباي هذا بالنسبة إلى جزيئة الأكسجين كأنه هنا يقول الإلكترون من هنا هذا الإلكترون بالنص والإلكترون من هنا صار بينات التواصل هذن يوجد الالكترون هن اللي هو هذا الطرف هذا الإلكترون هم منا وهذا الإلكترون هم فهمت شنان فيصر البينات الإلتزام فرح تشوفون انه برا سمعتكم هالطريقة هذا الإلكترون من ومن صار بينات الارتباط فتكون الأصرة هذا شون من صار هاي الالكترون هاذا وهاي الالكترون هاذا فصار الارتباط في هاي منطقة المنتصر بيسموها حسنا هذه بالنسبة للأوكسجين بقاعدكم رسم واحد أخير هو الأمونيا اللي هو طبعا مرسوم بالكتاب بكل الحالات رسم الأخير اللي بكل الحالات هو في جزئة الأمونيا اللي هي NH3 هو رفض النيتروجين وليس الأمونيا نفس الفقرة اللي قلت لكم عليها قبل شوية اللي لاخذناها بالرانين مو قلنا الهيدروجين واحد والأكسجين اثنين النيتروجين يجبك قلنا من يتذكر 3 عفية إذا 3 أواصر معنا هذا النيتروجين شون يرتبط 1 2 3 لازم يكون عنده 3 أواصر حسب رأيك أسأعني بما أنه صارت لديك شوية معلومات كم أنصرت pi كم أنصرت sigma قبل لنحل 1 sigma و2 و2 sigma و2 ثم يتفقين الأساس هي sigma شكوا شي فوقها يكون pi هل جزيئة النيتروجين تعال يلا حيطيك العدد الذري يقول العدد الذري هو 7 1 2 2 2 و2 B 3 إنتبه أحبدي أسألك 2 B 3 هسا نرسم Or B 3 3 3 1 P 1 2 3 3 السؤال هو أنا اتفقت قبل شوية أن على عدد المنفردات أقدر أكون آصرة كم منفرد عندك هسا 3 3 4 زين إذن كم آصرة أقدر أكون ثلاثة الأولى دائما شنو Sigma وليس لن يبقية حيكون Pi أكيد هاي بالنسبة للإنتروجين الأولى نفس الشيء بالنسبة ست ليش ترسميها من جديد ستية شو نفس الشيء ما يخالف حتى وضحك شو هيكون الأرتباط 2s2 2b3 أنت طبعا بالمتحان ترسم بس مرة عند أرسم إليك لا أريد أفاهمك 1 2 3 هايا ويا هايا تنطي Sigma هايا ويا هايا هايا ويا هايا اش تنطي 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 هايات اثنين أوكي يلا تعال خل نرسم أول شي تعال أرسم لي الدرة الأولى طبعا هي نيتروجين هنا ونتروجين هنا كلا هما نيتروجين صح لا لا في كلا هما ها يكون نفس الرسم أول شي يرسم لي Px هاي الأول وهذا Px الثاني نرسم مثل Y اللي هي الأصرة الثانية شوف الإكترون الثاني هذا الأول وهذا أضرا لرسم الرهيب هاها هذا الثاني هسا نرسم الثالث اللي هيكون Pz Pz وينو D يعني عندي هذا الأفقي وهذا العمودي هذا الأول وهذا الثاني الثالث وينو D ما عندي غير أنه سوي جانبي ف أحشكهيج وهذا أيضا سيكون جانبي أحشكهيج زين شون هيصير بيناتهم ألوان يلا ألوان لو لناها حتى نميز أنه هذا الأخضر ويا الأخضر والوردي ويا الوردي وهذا اللون التركواز هاي نيتروجين الأولى زائل نيتروجين الثانية طبعا رح يصير التقارب الرئسي ما بين الخضارات أوكي هاي الأولى والتقارب الرئسي الثاني ما بين الخضارات والرسم الرهيب اللي حتحص له هس هذا دبر طبعا أجيب ورقة جديدة أوكي أحصل بها تحدي للرسم أول أصر يا نوع سيجما سيجما تعال هس التداخل الجانبي هذا الأول اللي هو الوبي الوبي الامودي هيكون pi الأولى الآخر اللي هو مثل ما شفتوا أول شي ال-px و ال-px لوانا صار هدا بناتا هدا ما بين px و px اللي هو يكون أفقي ما بين الامودي الوردي والامودي الوردي هدا py ويا py تمام زين ما بين هدا الجانبي اللي هو pz مع ال-pz الأصلية اللي هي مني اللي هي px هاي تنطيني آسرة شنو آسرة سيجما والجانبيات اللي هي هاي الأولى وهاي الثانية انطت آسرة pi بيش هلا باقوا هاي الأولى سيجما هاي الثانية هاي الثالثة واللي هدا النيتروجيني شون يكون ارتباطه ثلاثي هاي طريقة هاي هي أواصر pi هاي وهاي أواصر pi وهاي هي آسرة طبعا هاي ايضا نفسها أواصر pi وهاي اللي هنا هتكون طبعا آسرة سيجما أوكي آسرة سيجما التداخل مثل ما شفتو دايصير الجانبي بالصورة الجانبية بينما هنا تداخل رأسي هذا هو كل شي عن آآ نظريت اللي ما حبيتوها اللي هي آسرة التكافر أتكون بعض شكال مواتي بشي بقائتكم شغلة واحدة حسب طلبكم أنه انتو ردتوها أكو مثال يقول وضح آآ الآصرة التناسقية ما كل شفاهمين هاي اللي هي موجودة وين الآصرة التناسقية الموجودة في الأمونيوم في ال NH4 الموجب أوكي أول شي أريدك تعرف أنه الآصرة التناسقية هي تساهمية الآصرة التناسقية لازم بها فتشحنة يعني شحنة موجبة أو شحنة سالبة يعني شون تتميز ها تناسقية تلقي لو مثلا NH4 موجب لو تلقي مثلا B F4 سالب B F4 سالب أوكي يعني هي شأف فتشحنة معينة أو H3O موجب هاي آصرة تناسقية لك كأنه هده تغششك أوكي أكو شغلة أخرى المركب بالأساس بآصرة تساهمية بالأساس تساهمية بس وخر من عنده شي زايد يعني شنو يعني وخر من عندها الـ H4O فش صير NH3 هاي اتيازية هاي وخر منها الأف الرابعة يصير BF3 وبدون شحنة همينا تمام هاي وخر منها الأكسجين الثالثة يصير H2O بدون شحنة يعني مركب الحقيقة طبيعي بس جدت ذرة إضافية خلتها يصير مطبيعي أول شي اللي كتعرف أن الأسرة التناسقية موجودة بالسادس هنأخذها بالتفصيل إن شاء الله الأسرة التناسقية تنشأ ما بين مركبين أحدهما سوري مو مركبين عنصرين أحدهما يعتبر حامض لويس والآخر قاعدة لويس زين أريد شوي أميز وأني أريد أفهم شنو حامض لويس قاعدة لويس حامض لويس فالأنصر بأوربيتال فارغ مربع فارغ ما بيالكترونات قاعدة لويس لا بالعاكس يعني شو بالعاكس يعني قدها شايفين قبل شو من رسمنا هيش مزدوج الكتروني يعني اثنين الكترونيين فهاي شو تقولها قاعدة لويس أنا عندي الكترونيين أنت قل شو ما عندش هاي تنطي الكترونات هل هاي لأن هاي قدها غرف فارغة هواية يعني فارغة بها فالكترونات هاي ويه أوربيتال هاد فرح تتكون الأصيرة أوكي بس رح نقض المثال عندك ال NH4 بالأصل شنو كان كان NH3 تعخذ نرسم النيتروجين نتروجين عدد الضرق سبعة 1S2 2S2 2B3 تمام غلاف الأخير هو هاد الـ SB2 1 2 و P لعنده 3 ضعوا لي 1 2 3 قبل شو ينتدكم ملاحظة قلت لكم الانده الكترون منفرد شيقدر يكون من يتذكر الانده منفرد شيقدر يكون ها ما حد يتذكر أوكي الانده الانده الكترون منفرد يقدر يكون آصرة ليش لين الكترون من عنده ولكترون من ذرة أخرى تتكون الآصرة ولهذا ال NH3 الأمونية بيها ثلاث هيدروجينات فواحدة من الهيدروجينات هنا واحدة من الهيدروجينات هنا واحدة من الهيدروجينات هنا فشان صار شكلها أن هاي أتشاية وهاي أتشاية وهاي أتشاية أوكي مثل ما تعرف ان الهيدروجين عنده كم الكترون ال الكترون واحد. يجا الهيدروجين. ثلاث اتشات. هاي ال الكترونها. وهذا ال الكترونة، وهذا ال الكترونة كلها ال الكترونها. زيان? الثلاث الكترونات ماتى ال الهيدروجين اللي حيتحدن مويا الهايدروجين. هذانى ال الثلاثة ههن بالاخضار. هذا واحد. هذا الثانية هذا اله путıyorlar. تمام؟ زين هذا البقى احنا غلافنا الاخير هو رقم اثنين شبقى عندي برقم اثنين هذا اني والله سويناهن وجنهن هيدروجينات ثلاثة على عددهن هذا شبقى؟ بقى عنده مزدوج هذا المزدوج اي جاي هنا واحد اثنين هذا اني الالكتروني خليناهن هنا نصفح هسة انا حسألك المقدمة اللي اضطيتها من قلت لك قبل شوية قلت لك انه بال آسرة التناسقية لازم عندي حامض لويس وقاعدة لويس فاني هسا حسألك اقول لك اشتصور هاي الامونية حامض لويس لو قاعدة لويس حسب رأيك قادم شون؟ شؤالي من جديد اقول هل هنا حسب كلامنا القلناه قبل شوية والجدول السوينا هل هنا الامونية هل هي حامض لويس ام قادة لويس ليش زينة تقولين قاعدة ليش؟ بيه مزدوج اي كتون عافية هذا المزدوج زينة زينة هذا المزدوج شارك بالتفاعل لو لم يشارك شارك لا لم يشارك هو التفاعل ما بين نيتروجين وهيدروجين نيتروجين وهيدروجين نيتروجين وهيدروجين مشارك لا بالامل ما مشارك ما مشارك ما مشارك ولهذا الشرط هك يخون انو لديها مزدوج أليكتروني غير مشارك لديها مزدوج أليكتروني غير مشارك في التفاعل بينما ها شنو عدها لديها أوربيتال أوربيتال شنو فارغ لديها أوربيتال فارغ زين هسا هذا خلصنا من عنده أوكي هسا متفقين انه قاعدة لويس المركب اسمه الاشفور رح تجي منه هيدروجينة رابعة هالهيدروجينة الرابعة شنو المميز بيها الهيدروجينة الرابعة المميز بيها انه شحنتها موجبة زين ولهذا هو يصر للشكل اتش موجب زين طبيعة الهيدروجين عدد الضري واحد فهو ون اس ون لكن من تنتبه انه هو موجب معناه فاقد هذا الالكترون وليش موجب واحد؟ معناه فاقد هذا الالكترون الاس مو مربع واحد من كان قبل قبل ليفقده بي الكترون واحد زين مو فقده اش بقى المربع ماتة الاس فارغ له مو فارغ فارغ هو مو كان بالبداية بس هيش هيدروجين واحد وهذا المربع ماتة وبي الكترون خطيئة وساعتر عليه اوكي من فقده بقى هنا ترى هذا عدد دري لازم ينكتب المزل زين صفر الأدد ترى يكتب واحد اوكي إن هذا عدد بروتونات مو ادد الالكترونات اللي انفقتها هو الالكترونات يجي الالكترون الاس صار صفر هذا هنا الاس واحد الاس صار صفر ما بي إذا من فقد الكترونه صالت إشارته صالت إشارته وموجبه نين فقد واحد إذا موجب واحد بيك هلا من صار عنده أوربيطال فارغ زائد الهيدروجينة نعم فهنا اجت هذه الهيدروجينة اللي هي الموجبة شنو اتهى؟ اتهى مربع فارغ شفيت؟ اتهى مربع فارغ شو راح يصير؟ راح هذا المزدوج وين يدخل؟ يدخل بالمربع الفارغ اذا هذا انطبق علي انه منه؟ انه قاعدة لويس لان عنده مزدوج غير مشارك زائد وهذا الهيدروجين الاتشاية هاية انطبق عليها انه هي حامض لويس لان اتهى اربيتال فارغ بالنهاية جدك وان عندي عاصرة من نوع تناسقية يابا ليش تناسقية؟ يابا منطبقة الشروط من التبقية انه واحد عنده مزدوج ممشارك بالتفاعل زايد عنده وواحد عنده اربيتال فارغ ما بيالكتروناتس فهذا دول هاني عندي زيادة خليها عندك اوكي الشكل النهائي شون هيكون؟ الشكل النهائي يكون انه هاي نيتروجين هذاني النقاط مالتها المرتبطة بها بالهيدروجينات القديمة هذاني مش طغلا ولا يمهن الموضوع اجتها الهيدروجينات الرابعة ووقفت يم من يم المزدوج خلنا لون المزدوج حتى الميزة عن باقي الهيدروجينات ووقفت يم المزدوج هي واشارتها فمن ووقفت يم المزدوج هي واشارتها الموجبة اضطرنا انه المركب كله صار موجب شايف من يجيب حياتك يدخل فالشخص ايجابي حياتك كلها تصير ايجابية فالمركب كل اشارتها صارت موجبة مال من والهيدروجينات الرابعة او يكتب الكياب بالطريقة الاخيرة نسوي الكياب بالكتاب بطريقة اخيرة هنسويها اين؟ هنسويها اهنا اوكي الطريقة الاخيرة اللي هنسوي الكياب بالكتاب هن إذا جايف النايتروجين انا سوي لك ااصره بالأجوين الاولى اصره اخرى بالأجوة التانية اصره أخرى بالأجوة التار فذني للثلاث الطبيعيات الرابعة اللي هي مو طبيعية سوي لك سهم ليش سهم؟ من هنا الى الأجوية الرابعة من يدري يقولي ليش سهم؟ من هنا الى هنا مانحوا مستقلا بالضبط انه هذا انطر وهذا اخر هذا قاعدة لويس انطت المزدوج مالتها خلتها وين خلتها بالبيت او بالغرفة الزايدة الوربطال الزايد مال من مال اج ولا تنسى ابد انه تخلي الشحنة النهائية واللي هي شحنتها شنو موجبة هذا هو الاصرة التناسقية مثل ما قلنا عليها انه طبعا المعسبة هي مقدمة عن الفصل الخامس اللي هو بالسادس علمي اللي هو موضوع الاواصر التناسقية والمركبة التناسقية تكون ما بين حامض لويس واحد مانح واحد مستلم او مستقبل مانح لمزدوج غير مشارك وعرفنا شنو غير مشارك بالتفاعل هذا عنده اوربطال فارغ هذا ابو الوربطال اسمه حامض لويس واللي عنده مزدوج يسمى قاعدة لويس ها هي اللي اصر التناسقية هان زين افتهمتيها اس تت اوكي ها هي خلصنا اعدكم شي بعد لو كملنا التهجين طبعا التهجين موجود بالفيديو الثاني يعني هذا الفصل كله انا ساعدكم مع ثنين فيديوهات هذا والتهجين الى فيديو خاص به مصورت لكم هم هنا ها هي فنش ان شاء الله كل التوفيق في امتحاناتكم ونسألكم فقط الدعاء للوالدين كل التوفيق ان شاء الله شكراك وبدو كشان الله شتركوا في القناة